النهاردة 27 يناير و27 يناير احنا كنا بنحتفل بعيد الشرطة من كم يوم وقلت ان 25 يناير هي عيد الشرطة قلتها مرتين ثلاثة وبعدين عايز ارجع بالزاكرة بس اخد منكو كم دقيقة بهدوء شديد وانا حاول اكون هادي تماما واقول وقل لي بدلوي فيما جرى وفيما اعتقد انه صواب لكن قبل ما ابدأ في الحديث هارلكو كم سطر احد الكتاب كتبهم في 2009 في 2009 كان في نهاية زروة مرحلة الغليان في عهد الرئيس الاسبق مبارك كتب الكاتب عندما اختفت الابتسامة المصرية الشهيرة على انغام قصوة الواقع ومرارته اصبحت تشاؤم شعورا رسميا في هذا الوطن وتحول الوطن الى ما يشبه الرجل القعيد الذي يجلس على كرسي متحرك توارت الافكار الشابة وانزوت امام سطوة تلك الافكار المحنطة التي عفى عليها الزمن اصبحت تفاؤل سلعة نادرة يصعب تداولها داخل المجتمع ودضافرت حزم الازمات لتصنع واقعا مريرا يتجرعه المصريون لم يعد المرء قادرا على استيعاب كل التفاصيل وصار اعمال العقل شيئا من الجنون اختلطت جميع الاوراق وتلاشت الخطوط الحمراء الفاصلة بين الثوابت والمتغيرات صار كل شيء مستباحا انشغل الجميع باحداث قاتمة قائمة ومظالم قائمة واتسعت دائرة الخلاف حول مشروعات هلامية وغابت الحوارات الجادة وتعدادت الرؤى والاراء ويستمر الكاتب وسيق المثقفون الى السلطة زمراء حيث تم استيعابهم في حزب النخب المنسحبة بينما رفعت الاغلبية الصامتة شعارها الكاريكاتيري مفيش فايدة لكن المحزن حقا ان احدا لم يفكر في وطن يسير بلا جدول اعماله بلا اجندة بلا اولويات لم تعد كلمة وطن تعني الكثير فهناك من يتساءل متهكما متر الوطن بكام ويعني ايه كلمة وطن لقد انصرف الجميع الى مصالحهم الشخصية وانفضوا من حول الوطن اننا نعيش مأزقا تاريخيا يقول الكاتب لكن لا يمكن ان نستمر عند هذا الحد من التراجع ان خطوة واحدة الى الخلف ستدفع بنا جميعا الى الهوية التي نقف عند حافتها ان بقاءنا في نفس المكان وبنفس المكانة يمثل وضعا كارثيا لم تشهده البلاد منذ امد بعيد وبمرو الوقت يتبدد الامل وتتفلت من بين ايدينا كل فرص النجاة دي كانت كلمات كتبت في عام 2009 من عشر سنين بالتمام والكمال قبل ما يجري في 2011 الكاتب كان محتقن كان بيقول الوضع مفيش امل كان بيقول الوضع مفيش فايدة كان بيقول انه اختلط الحبل بالنابل بيقول ما اكبر عملية زواج بين الثروة والسلطة حدثت زواج محرم كل ده تقال سنة كام 2009 من كام سنة من عشر سنين ده كان مقدمة كتابي مستقبل وطن في 2009 من عشر سنوات من عشر سنوات كتبت هذا الكلام في مقدمة هذا الكتاب موجود في المكتبات اسمه مستقبل وطن الحلول والمشاكل كما تراها النخبة قلت اننا نشهد اسوأ عملية زواج بين السلطة والثروة في التاريخ ده كان وضعي ده كان حلتي في ايام مبارك لم اكن من الذين يتغنون باكاذيب ولم اكن من الذين كانوا من المرتزقة كان هذا هو الرأي المعلد عندما قامت حركة 25 ناير كنت استشعر ان هناك طاقة نور طاقة امل قلت الخير قادم قلت الشعب خلاص هيبدأ ينطلق يطالب بالحرية ويطالب بالقضاء على هذا الزواج المحرم بين الثروة والسلطة هذا ما كنت اعتقده ومكتوب بشكل يمكن محوه مش كلام في الفضائيات كنت اقف فيه على الطرف الاخر من النهر في هذا النظام وعندما قامت الحركة باركت وقلت بالفعل احنا ماشيين في الطريق السليم وكنت ابارك وكنت واقف مع الناس بعد ساعات بعد ساعات او سويعات من انطلاق ما جرى وعندما تم وقد هذه الحركة وعندما تم السطو على هذه العملية البكر إن كانت بكرا تم اعتلاقها وتم انططاقها والعبث بمواطن عفتها من هؤلاء المرتزقة الاخوان ركبوا ما جرى وازهر الوضع ان هناك خطة للايقاع بالناس الطيبة الناس الغلابة الناس الحالمة الناس اللي كانت بتحلم بوطن تم تجمعهم وكان في خطة معدة مسبقا تدريبات في السرد تدريبات في كرواتيا تدريبات في امريكا تدريبات في بريطانيا تدريبات على ايه؟ على الصمود امام السلطة للايقاع بها تدريبات على حرق تدريبات على قتل تدريبات على مولتوف كل ده لم يكن المواطن المصر البسيط يعرفه المواطن المصر البسيط لما عرف هذا الكلام بسق على هذه الناس وهذه الحركات لما يجي واحد من المرتزقة يجي يقول شوفه خلال 48 ساعة اللي فاتت جاب كلمتين يقولك نشأت بيقول انه دي اعظم صورة في التاريخ دي الناس طهرنقية جنية فعلا قلت هذا الكلام لاني كنت اشعر بهذا الشعور كنت مواطن مصري نزيه شريف بقول هذا الكلام لما رأيت وتأكدت ان انك مؤامرة ضد بلادي لم يكن من الرجولة ومن الشرف ومن الوطنية ومن التجرد ان تقف صامتا فانت ليس على رأسك بطحة اقول هذا هناك محاولة ممنهجة لمحاولة التشكيك في ما نقول محاولة هجم معنوي لكن اقول لهم بملء فيا هيهات هيهات فانا مقاتل وانا جندي ولن اقف ولن اتوقف مهما كانت التضحيات ومهما كانت الشائعات اقول ما اقول لوجه الله والوطن ما اعتقد انه صواب لانه اجد في اقولك التاريخ الاسود لنشئد الدين والله والله ما رأيت احقر ولا اوضع ولا رأيت اكذب منكم جميعا واقول انه شكرا لكم انا قررت انه امنح فريق الاعداد معايا مكافأة ليه لان شغلهم اللي بيجاهزه لي وبقوله مؤلم لكم موجع لكم فاضح لكم ومن يقول بانه هذا هذا الناكرة وهذا التافه طالما انا ناكرة يا اخي لماذا تشعر بالقلق من كلامي طالما انا يا اخي مجهول لماذا يا اخي تشعر بالايلام من كلامي انا اقول الى المواطن المصري الشريف الى المواطن العرب النزيح في كل مكان اقسم بالله لم ولن اقول الا الحقيقة ولا اعمل الا لمصلحة هذا البلد وهذا الوطن وهذا الكلام موجود وان شاء الله اقول لكم انا كتبت مقال الفين وواحد الفين وواحد قلت في في عز الحزب الوطني كرامة هذا الحزب سرعة دفنه لا ادعي البطولة ولن اشأ ولن يحدث ان اطلق على نفسي معارض لانها وظيفة زائفة انا مصري اقول ما اعتقد انه صواب وسأظل احارب هذه الاكاذيب الاختلاق القص واللز الاجتزاء اكتزأوا من كلامي وزيرة الصحة فكرين اكتزأوا من كلامي لكن بقول الصورة واضحة للناس اشتركوا في القناة